موسيقى موسيقى في ديسمبر من عام 1948 شهد العالم موصف بحدث تاريخي إذا اعتمدت الجماعية العامة للأمم المتحدة لإعلان العالمي لحقوق الإنسان 30 مادة تمحورت حول سبل ضمان كرامة الإنسان وأمنه وحريته معكم في سلسلة حلقة من حق نرصد واقع هذه الحقوق بعد نحو 70 عاما من إقرارها وكيف أن الملايين بل عشرات وربما مئات الملايين لا يعرفون منها إلا حق التنفس في هذه الحلقة مشاهدين مناقشوا حق الإنسان في الحماية من التعذيب باعتباره أحد الحقوق التي نص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقية مناحضة التعذيب وغيرهما ولكن بالرغم من وجود تلك الاتفاقيات فلا يزال التعذيب يشكلوا تحديا أمام المجتمع الدولي حيث يفقد المئات وربما الآلاف أرواحهم سنويا بسبب ذلك فيما ينجح الجناء في الإفلات بجريناسهم ما أدى إلى إثارة تساؤل حول جدوى تلك الاتفاقيات وكيفية التكاتف لمنع التعذيب وتقديم الدعم لضحايا فأهلا بكم جوتاريش يدعو إلى تفكيك الأنظمة التي تدعم التعذيب ومقتل قرابة 15 ألف سوري جراء التعذيب في سجون النظام خلال عشر سنوات دعو الأمين العام للأمم المتحدة أنطوني جوتاريش إلى تفكيك الأنظمة التي تسمح بالتعذيب والعمل على عدم إفلات مرتكب تلك الجريمة من المحاسبة تصريحات جوتاريش أعادت التذكير بأهمية مكافحة هذه الجريمة التي لا تزال تمارس على نطاق واسع وتحصد معها أرواح المئات وربما الآلاف سنويا ففي سوريا وثقت تقارير حقوقية مقتل قرابة 15 ألف معتقل بسبب التعذيب على مدار عشر سنوات بينهم قرابة 100 امرأة و180 طفلان وفي السجون الإسرائيلية وثق نادي الأسير وجود قرابة 5000 أسير فلسطيني يتعرضون للتعذيب كما عثرة في ليبيا على العديد من المقابل الجماعية تظهر فيها أو تظهر فيها الجثث وبعضها يعود لنساء وأطفال تظهر عليها أثر التعذيب محمد باردو واحد مشاهدين من مئات آلاف السوريين الذين تعرضوا للاعتقال بسبب معارضة النظام السوري حيث ظل معتقلا لسنوات تنقل خلالها بين أفرع المؤسسات الأمنية المختلفة تعرض خلالها للتعذيب والتنكيل قبل أن يعود مجددا إلى إدلب شمل البلاد لنستمع سويا إلى قصته لم يكن فقدانه للبصر كافية للهروب من الاعتقال والتعذيب في سوريا محمد باردو من سكان مدينة إدلب شمال غربي سوريا اعتقل في بداية الحراك السلمي للثورة ثم رح إلى دمشق حيث بقي معتقلا لسنوات شهد على ما عاشه مئات الآلاف من المعتقلين من تعذيب وتنكيل لم ينجوا منه الكثير التعذيب اللي أكلناها في إدلب طبعا وبالشام كانت طريقة كتير كتير سيئة كان إهاني كتير لكل واحد معتقل كانت إهاني كتير وكانت ضرب الشبح الكهرباء والأتل اللي كنا ناكله بشكل لا يوصف الكهرباء أنا أكتر شيء ده بحطني الكهرباء الكهرباء اللي أكلتها ساوت لي مرض كتل سحائي في راسي في عالم جند في عالم فأدي تعالى كتير في السجن تنقل محمد بينافرع النظام الأمنية في دماشق حتى أعيد من جديد إلى إدلب قبل سيطرة المعارضة عليها بالكامل عام 2015 يخرج بعدها ويروي معاشه من تعذيب لسنوات في عالم تموت وما تنعرف اسمها تموت وما تنعرف اسمها من مجرد ما تكون هي ناس دي تكون مستوي سوي ملقتين مثلا ومالتعذيب يقتلوها بأماكن حساسة موتوعة الخالص أكثر من مئة ألف معتقل وما تشير إليه إحصائيات المنظمات الحقوقية الخاصة في الملف السوري في وقت انكشفت فيه صور قيصر خلال السنوات الماضية عن جزء بسيط من عمليات قتل منظمة للمعتقلين داخل سجون النظام بلغ عدد المعتقلين في آخر إحصائيات لمجلس الدولي لحقوق الإنسان أكثر من مئة ألف معتقل بينهم نساء وأطفال وقد ارتكب النظام التعذيب الممنهج بحق هؤلاء وهذا كله ثابت من خلال شهادات بعض المعتقلين المفرج عنهم في الفترة الأخيرة في سوريا لا توجد أرقام نهائية لأعداد من غيب ومن عذب أو فقد حياته منذ حول النظام الحراك السلمي في البلاد إلى حمام دم لكن الثابت في المعادلة أن العدالة ما زالت بعيدة عن الجلات بل ما زال هذا القاتل بنظر الملايين من السوريين يحظى بشرعية عند المنظومة الدولية رغم ما جلبه من ويلات لهم أحمد سعيد TRT عربي نفتح النقاش مشاهدين ونرحب بضيفين نرحب بضيفتنا من بيروت الخبيرة في القانون الدولي والمحامية السابقة في محكمة الجنيات الدولية ديالة شحادة كما أرحب أيضا بضيفي من برلين الحقوقي ورئيس من مركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية أنوار البني أهلا بكما سعداء بكما معنا في هذه الحلقة ولو تسمحي لأستاذ ديالة أن أبدأ هذا النقاش من برلين مع سيد أنوار يا سيد أنوار قصة محمد التي استمعنا إليها منذ قليل هي واحدة من مئات وربما آلاف القصص المليئة بالمعاناة جراء التعذيب كيف تعلق بداية على ما استمعنا له في هذه القصة وأيضا لك التجربة أنت كنت معتقل سابق سيد أنوار في سجون النظام السوري تحياتي لك وضيفتك أستاذ ديالة صديقة بالواقع أنه قلت عشرات الألوف في الحقيقة أن مئات الألوف السوريين تعرضوا للتعذيب وليس فقط عشرات الألوف وقصة محمد هي نموذج من مئات الألوف النمازج التي عانت في معتقلات الأسد ومعتقلات الجهات الأخرى كذلك حتى الداعش أو النصرة أو البي واي دي أو الجميع يمارس التعذيب بنفس الطريقة آلاف الشهادات التي سمعناها ومئات الشهادات التي وصقناها تثبت أن التعذيب منهجية لدى النظام السوري والتعذيب والاعتقال والتعذيب هي أقوى سلاح استخدمه النظام السوري لتدبير مطالب الشعب السوري بالحرية والكرامة والعيش الكريم وبالتالي كانت تعذيب المنهجي حتى كانوا ينشرون صور التعذيب وأدوات التعذيب حتى يرهبوا الشعب السوري كانت تعذيب وأدات من أدوات ترهيب الشعب السوري كما هو موجود لدى كل الدكتاتوريات في العالم لإرهاب شعوبها وتخويفهم من مطالب بسيطة بحياتهم اليومية للأسف أن هذه المنهجية هي موجودة لدى الكثير من الأنظمة الدكتاتورية لكن أبشع من استخدم التعذيب كان النظام السوري وأبشع وسائل التعذيب التي وسقت هي كانت لدى النظام السوري أستاذ ديالة نتحدث بشكل عام بداية معك يعني عن الأليات وتدبير الدولية المتخذة للحد من هذه الظاهرة ظاهرات التعذيب في السجون خاصة في المناطق التي تشهد صراعات ونزاعات داخلية الجهود الدولية نصبت على محاولة قوننة الآليات من أجل مكافحة التعذيب سواء باتفاقية دولية من أجل مناهضة التعذيب ومعظم دول العالم أصبحت دول أطراف فيها وهي اتفاقية منذ أكثر من حوالي ربع قرن نصت عليها أو أصبحت من الأدوات القانونية للأمم المتحدة فضلا عن البروتوكول الاختياري المرافق لها الذي تشكلت منه لجنة يمكن لها أن تزور الدول الأطراف من أجل التحقق من وجود حالات التعذيب ويمكن لها أن تطلقى التقارير والشكاوى من المنظمات وبرات من الأفراد فيما لو قبلت الدولة بذلك بما يسمح لها بإصدار تقارير دورية حول التزام الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بمضمون هذه الاتفاقية لجهات مكافحة التعذيب طبعا هذه الاتفاقية لم تكن الأولى منذ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وغيرها من الاتفاقية مثل عهد الإنساني الدولي خاص بالحقوق السياسية جميع هذه الاتفاقية الخاصة التي هي منبثقة عن حقوق الإنسان عموما تكرس الحق بالكرامة والحق بالمساواة أمام القانون طالما بالمعاملة الكريمة وكل ذلك يعني رفض بات للتعذيب كأداة في الأساس أداة للسلطة وللأنظمة من أجل قمع كل أشكال المعارضة لهذه السلطة في أي دولة من الدولة ولكن طالما نحن أمام ظاهرة مستمرة وآخذة في الانتشار إذن نحن أمام تقصير ومجتمع دولي عاجز عن الحد من انتشار هذه الظاهرة بالتالي هل نحن بحاجة من الناحية القانونية أتحدث هل نحن بحاجة إلى قوانين أكثر سرامة تحديث لهذه القوانين أنفقت آلية عادلة للتطبيق المشكلة أن القانون بحاجة دوما إلى إرادة سياسية من أجل حسن تطبيقه مثلما القوانين تصدر عن المجالس المنتخبة أي عن المشرعين أي عن السياسيين كذلك الاتفاقيات الدولية تصدر عن الأمم المتحدة وعن ممثلين السياسيين لهذه الدول الأطراف في الأمم المتحدة يعني القانون يمكن دوما تحسينه ولكنه لا يكفي لابد من إرادة سياسية وخصوصا حين تكون أدات التعذيب موجودة في دول الغرب مثلما هي موجودة في دول الشرق ودول الجنوب فهي لم يعف من التعذيب مواطن في معظم دول العالم لعله باستثناء بعض دول شمال أوروبا التي تعتبر حاليا نماذج في الاحترام كرامة الإنسان وحقوق الإنسان لابد برأي من أن يكون هناك تغيير سياسي على مستوى الدول المعنية بحسن تطبيق الاتفاقيات الخاصة بمناهضة التعذيب هي دائرة مفرغة ننتهي دوما بجوهرها وأنه لابد لأن يكون ممثلي الشعب في جميع الدول وأيضا على مستوى الأمم المتحدة هم من مناصري حق الإنسان ومن مناصري الشعوب لا من مناصري الأنظمة أعود لسيد أنور سيد أنور كيف تقيم في ظل غياب إرادة سياسية كما أوضحت أستاذ ديالة كيف تقيم أداء المؤسسات الحقوقية في إصال صوت من يعانون من التعذيب المنظمات الحقوقية ترفع الصوت دائما من أجل المتعرضين للتعذيب كما من أجل جميع من تهكت الحقوقهم بأي طريقة المشكلة كما ذكرت أستاذ ديانا المشكلة في النظام الدولي من يمثل النظام الدولي هم الأنظمة وليس شعوب وبالتالي من لديه أو يتوجب أن يمسك الإرادة السياسية هم نفسهم الأنظمة التي تقمع شعوبها وبالتالي من هنا نجد أن عدم التطبيق لأنه لا يوجد آلية لإجبار هذه الأنظمة على احترام التعذيب على احترام الإنسان أو منع التعذيب لا يتحمل المسؤولية هنا يا سيد أنور كما قلت النظام الدولي مبني على دول وليس على شعوب وبالتالي هذه الدول قسم كبير منها يمارس التعذيب كما يمارس انتهاكات أخرى بحق النساء العمر ضد النساء أو غيرها وبالتالي عندما تضع اتفاقية معظم هذه الدول تتحفظ على بنودها تتحفظ على التفتيش تتحفظ على زيارة السجون والمعتقلات تتحفظ على تقديم الشكاوى أمام المرجعية الدولية وبالتالي تفقد هذه الاتفاقيات معظم قوتها أو إلزاميتها بالنسبة لهذه الدول ومن هنا نجد أن معظم الدول كما قالت تمارس التعذيب وهو بنفسهم يمثلون دولهم أمام مجلس حقوق الإنسان أو في الأمم المتحدة هذه الحلقة المفرغة هي المشكلة لدينا والمشكلة بعدم تنفيذ أو التزام بالاتفاقيات الدولية والاتفاقيات الدولية والعلان العام لحقوق الإنسان هنا مشكلة كبيرة معنا سأعود استكمال هذا النقاش يا سيد أنور وأستاذ ديالا ولكن دعونا نطلع المشاهدين على بعض من مواد اتفاقية مناهضة التعذيب لأنه في عام 1984 مشاهدين اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية مناهضة التعذيب حيث التزمت الدول الموقع عليها باتخاذ إجراءات تشريعية أو إدارية أو قضائية فعالة أو أي إجراءات أخرى لمنع أعمال التعذيب في أي إقليم يقضع لاختصاصها القضائي وعدم التضرع بأي ظروف استثنائية كما شددت الاتفاقية على عدم تسليم أي شخص إلى دولة أخرى إذا توافرت أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيتعرض إلى خطر التعذيب كما التزمت الدول الموقع على الاتفاقية بتعويض عادل للشخص الذي يتعرض للتعذيب وإعادة تأهيله وتعويض الورثة في حالة وفاته من أثر التعذيب أعود مشاهدين لاستكمال هذا النقاش أستاذ ديالة استمعنا لبعض بنود هذه الاتفاقية ولكن أين هي من الواقع يعني إذا لم تلتزم الدول بالاتفاقيات التي وقعت عليها والتزم ببنودها ما هي الإجراءات القانونية التي يجب أن تتخذ ضد هذه الدول ليس هناك آليات محاسبة أو معاقبة للدول التي تنتهك اتفاقيات الدولية سوى عبر مجلس الأمن أي إذا تم الاستناد إلى اعتبار هذه المخالفة تمث بالسلم والأمن الدوليين ثمت آليات موجودة على مستوى الاتحاد الأوروبي وتحديدا لدى محكمة حقوق الإنسان التي تنظر في حسن تطبيق الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان بين الدول الأطراف في الاتحاد الأوروبي ليس هناك شيء كهذا على مستوى العالم أو على مستوى مناطق إقليمية أخرى في العالم وبنفس المعايير الأوروبية ولكن نذكر أنه حتى دول مجلس الأمن التي ينظر إليها ولكأنها الملاذ الدولي الأعلى من أجل محاسبة الدول المنتهكة للقانون الدولي من هي هذه الدول؟ الولايات المتحدة الأمريكية الروسية الصين وهي من الدول المعروفة بانتهاكات فاضحة لحقوق الإنسان وأيضا بارتكابات مشينة على مستوى التعذيب ضد أفراد من غير شعوبها وأيضا ضد أفراد من شعوبها إذن نعود مجددا للمسألة التي هي الفاصلة في كل قضايا حقوق الإنسان وهو بأن الدول الراعية للنظام الدولي إنما هي الدول المعنية بتطبيق هذه الاتفاقيات ولكنها أيضا غير ملتزمة بها ونذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية على سبيل المثال فرضت عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية قبل سنتين في عهد الرئيس ترامب لمجرد أن هذه المحكمة بدأت بالتحقيق بانتهاكات واقعة في أفغانستان يشتبه بارتكابها من قبل ليس فقط طالبان ولكن أيضا الولايات المتحدة القوات الأمريكية أعتقد هنا أن الجواب لأننا بحاجة في النهاية إلى جواب ما إلى حل ما أعتقد أن التركيز على أداة السلطة الرابعة أي الرأي العام والإعلام بالتعاون مع المجتمعات الحقوقية في كل هذه الدول التي تخضع أو التي تشهد هذه الظاهرة من التعذيب أعتقد أنها الأداة الأقوى لأن هذه الأداة إنما هي من تؤثر على السياسات الوطنية للأفراد أو الحكام المعنيين في هذه الدولة أو تلك ولا بد من تقوية هذه الأداة بموازات الأداة الحقوقية أي لا بد للمجتمعات الحقوقية أن تتعاون مع السلطات الأعلامية المحلية والدولية من أجل فضح كل أشكال التعذيب وتوجيه أصابة الاتهام إلى المسؤولين عنها حقيقة نحن أمام صورة قاطمة ولكن يا سيد أنور لمن يلجأ إذن الشخص الذي يتعرض للتعذيب هنا حتى لا نرى تكرر الإفلات من العقاب لأنه بالتأكيد يشجع هذه الأنظمة على الاستمرار على هذا النهش للأسف هنا كان الطريق مسدودا حقيقة سابقا كان الطريق مسدودا أمام ضحايا التعذيب لأن المحاكم الدول التي تمارس فيها التعذيب هي كانت مغلقة أمام ضحايا التعذيب كما في كل الدول التي تمارس فيها التعذيب وكانت المحكمة جناية الدولية طبعا مختصة بالنظر بالقضايا الدولية إذا أحيل إليها الملف من مجلس الأمن كذلك هناك قرار سياسي من الدول النفسة التي تنتهك أعتقد بأن الصغرة الآن الوحيدة المتوفرة هي الصلاحية العالمية الموجودة في الدول الأوروبية هذا الباب الذي يمكن أن نستخدمه من أجل ملاحقة المجرمين لا يمكننا ملاحقة أنظمة أو هيكل تنظيمية أو منظمات لكن يمكن ملاحقة أفراد ارتكبوا جرائم التعذيب بالنسبة لسوريا مثلا هناك قانون في سوريا يمنع التعذيب قانون العقوبات السوري يمنع التعذيب لكن المشكلة ليست في مادة تمنع التعذيب وإنما المشكلة في أن من يمارس التعذيب لديهم حماية من الملاحقة والمحاكمة أمام القضاء وبالتالي نعود إلى نقص صفر لأن من يمارس التعذيب يمارسه وهو مرتاح ومطمئن أنه لا يمكن ملاحقته أو محاكمته وكما ذكرت في تقريرك 15 ألف ذكرتهم الشبكة السورية لحقوق الإنسان هم موسقين بالإسم لكن حقيقة ضحايا التعذيب في سوريا الذين قضوا تحت التعذيب نحن أبحاثنا وتقديراتنا هم تجاوزوا 70 ألف تم قتلهم في معتقلات النظام السوري بالإضافة إلى آلاف أخرى تم قتلهم في معتقلات المصدرات ولكن هل هناك نمازج يا سيد أنور تعطي حتى بصيص من الأمل أن العدالة ستتحقق يوما ما دعم يعني كما لاحظت في ألمانيا تم ملاحقة مرتكب تعذيب وتم الحكم على أسنين منهم مدى الحياة والآن يلاحق دكتور طبيب أمام حاكم فرانكفورت وسيلاحق شخص في برلين في الشهر القادم وهناك شخص ألقى القبض عليه في هولندا وسيلقى القبض على عدد آخرين في بلجيكا وهولندا والسويت وفرنسا وأسبانيا ربما هناك العديد من الملفات التحقيقية مفتوحة في عدة هذه الدول والآن المرتكبي التعذيب لم يعودوا آمنين حقيقة ما حدث هو أرسل إشارة واضحة على مرتكبي التعذيب ليس فقط في سوريا وإنما مرتكبي التعذيب في كل العالم أنه لم يعود لديكم الأمان الكامل من العقاب لم يعود لديكم حماية من العقاب أستاذ زيالة ما هي الصعوبات التي يواجهها المحامون في مثل هذه القضايا ولن نتحدث وقت عن قضايا التعذيب في سوريا كما أوضح سيد أنور هو في العالم أجمع في السجون الإسرائيلية في ليبيا في العديد من الدول اكتشفت هذه الجرائم البشعة والتعذيب الممنهج اتجاه المدنيين ما هي الصعوبات التي يواجهها المحامون في هذه القضايا يفترض بالمحامين أن يكونوا الفئات الأكثر حصانة في إطار عملهم ولهذا هي المئنة الحرة الوحيدة التي تتمتع بحصانة من المفترض ولكن نرى في دول كثيرة عربية وأفريقية ولاتينية خصوصا وأيضا رأينا ذلك حتى في المملكة البريطانية في وقت من الأوقات فيما يرتبط بالانتهاكات الواقعة في العراق رأينا اضطهاد أو ملاحقات منهجية بحق هؤلاء المحامين بلغت حد توقيف بعضهم في الدول العربية أو مقاضاتهم من قبل وزارة الدفاع والجيش المعني بهدف تخويفهم وترهيبهم ولا ربما وصلت في بعض الحالات إلى الاحتجاز المباشر أو المس بهم جسديا بشكل مباشر ولم يزل رغم ذلك وضع المحامين أفضل من وضع الناشطين الحقوقين والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين لا يتمتعون بالحصانة التي يتمتع بها المحامي ويبقى هؤلاء الحقوقيون سواء كانوا محامين أم لا هم واحدة من الضمانات الأساسية لفضح الانتهاكات ولتوثيقها وللمحافظة على أمل ما من أجل محاسبة مرتكبيها في المستقبل لأنه من دون توثيق انتهاكات التعذيب وغيرها ومن دون جمع الأدلة على وقوعها لا يمكن حقيقة أن يكون هناك محاسبة أمام مرجع قضائي في المستقبل وهنا أهمية المجتمع الحقوقي من جهة وأيضا السلطة الأعلامية التي تقوم بنشر هذه الوثائق من أجل حفاظها عليها في الخزان والذاكرة الشعبية بشكل أو بآخر سيد أنوار التعذيب لا يترك فقط أثر جسدي ولكن يترك أثر نفسي واجتماعي هل من برامج تعد وتقدم المساعدة للتعافي والتأهيل لمن تعرضوا للتعذيب؟ هناك العديد من المنظمات التي تقوم بهذا الدور مع أنه مهما زاد عدد هذه المنظمات الحاجة أكثر للأسف شديد الضحايا كل الضحايا التعذيب يحتاجون لدعم نفسي نحاول نحن تقديم عبر منظمات تقوم بهذا الدور دعم الضحايا والشهود الذين نتعامل معهم نحاول إيصالهم للمنظمات والأطباء الذين يقدمون هذا الدعم النفسي لكن كما قلت الحاجة جدا كبيرة وعدد المنظمات والأطباء الذين يعملون بالدعم النفسي هو محدود أمام الحجم الهائل من الضحايا الذين يحتاجون لهذا الدعم لكن نحاول ويحاولون ما أمكنهم ضمن هذا الضغط الكبير وأكيد كل الشعب السوري حقيقة ضحايا التعذيب أو من عاش أي لحظات في سوريا هو يحتاج لدعم نفسي لإعادة التوازن له بعدما عانيناه جميعا في سوريا أستاذ ديالة لما يتبقى معي مزيد من الوقت ولكن سريعا ما المطلوب دوليا أمميا للحد من انتشار هذه الظاهرة ظاهرة التعذيب المطلوب تحسين المؤسسات القضائية الدولية مثل المحكمة الجنائية الدولية التي تنظر في الانتهاكات من نوع التعذيب الممنهج بحق المدنيين وأضيف أنه أجل يوجد الأمل ويوجد التفاؤل وخصوصا حين نرى بعض الشخصيات على سبيل المثال الرئيس السوداني السابق عمر البشير الذي قال شربوها وبلو ميتها عن مذكرات التوقيف الصادرة بحقها عن المحكمة الجنائية الدولية قبل عشرة أعوام فقط لكي تأتي الظروف السياسية التي نزعته من الحكم وهو في طريقه قريبا للمثول أمام المحكمة الجنائية الدولية الظروف السياسية تحكم من دون شك ولكن لكل حاكم يوم سيسقط فيه وستستخدم هذه الجرائم والأداة القضائية الدولية من أجل محاكمته في جرائم لا تسقط بالتقاضم سيد أنور سريعا إنسانيا وحقوقيا ما المطلوب المطلوب زياد ضغط حقيقة على الدول لتفعيل الصلاحية العالمية مبدئيا الآن لتفعيل الصلاحية العالمية زيادة إمكانيات القضاة والمدعين العامين فيها دعم أكثر للشهود والضحايا حتى تقديم الحماية لهم حتى يتمكنوا من تقديم شهاداتهم وينخرطوا في العملية القضائية في الحقيقة هم حقيقة الأبطال الحقيقيين الشهود الذين تقدموا بشهاداتهم تقديم الدعم النفسي والمعنوي لهم والحماية ليكونوا آمنين عندما يتقدم بشهادتهم تفعيل أكثر للمنظمات الحقوقية التي تقوم بتوسيق الجرائم من المهم جدا أن توسق كل هذه الجرائم وأن تؤرشف وأن تحفظ ليوم الحساب وهو إن شاء الله لن يتأخر كان في سوريا وكان في أماكن أخرى والضغط على أصحابي القرار السياسي أن يقوموا بأفعال جدية لمعاقبة حتى وإن كانت لمعاقبة سياسية وإقتصادية لمعاقبة الأنظمة وعدم تساهل معهم في التعاون عندما تكون هذه الأنظمة تنتهي وضعت الصورة تماما شكرا جزيلا من برلين الحقوقي ورئيس المركز السوري لدرسات والأبحاث القانونية أنوار البني كما أشكر ضيفتنا من بيروت الخبيرة في القانون الدولي والمحامية السابقة في محكمة الجناية الدولية ديالة شحادة شكرا جزيلا لكم الشكر موصول لكم مشاهدين على طيب المتابعة إلى اللقاء شكرا جزيلا لكم